السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم فيديو جديد من قناة وصفات ويوميات ففة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يوصل لكم جديد والذي اعجبوا الفيديو اعجبوا لنا لايك والذي اعجبوا لنا لايك سنرحب بكل الأراء سنبدأ على طول سرميك اللون الأخضر طبعا الألوان اللي كحورية تخطيرها سوف أفرد العجينة قليلا بسمكة عالية لا أريدها مفروضة كثير سمكة كثيرة يعني بالمنظر ده وبالقطاعة تعمل الشكل اللي انت عايزاه انا عملت شكل الوردة نشيل الزيادة ونزبط شكل الفرام بتاعنا نحط شوية نشع عشان العجينة ما تلزقش مننا واحنا بنشتغل وبالعجينة السرميك باللون الأبيض نحطها في السرينجة اللي هي مخففة شوية هبتدي أعمل فرام للشكل اللي معي دون النشا مش هيقصر أي حاجة في العجينة ما تلقوش بس عشان ما تلزقش في في الشغل تمام هبتدي أعمل فرام للشكل تمام هلف عليها كلها معلش هي بتلزق لأنها مخففة شوية عن العجينة السرميك العادية عشان تنزل من السرينجة بسهولة ونشيل الزيادة بقى ونزبط شكل الفرام بتاعنا على الوردة تمام أهم حاجة والعجينة اللي هينا نعمل فتحة للزرد اللي أنا هركب فيه المداليا لأني لو عملت وهي بعد ما بتنشف بتبقى صعبة جدا وصلبة جدا فأنا بعملها واتأكد إن هي مفتوحة كويس من ناحيتين من قبل ما الشكل ينشف تمام ولو عندك أدوات طنقية ماشي بدبوس عادي من الدبوس بتاع الطرحة دول هعمل نقطة على شكل الفرام كله حوالين الوردة كلها بالمنظر ده وزي ما قلنا التزين ليكي مطلق الحرية تعملي الأشكال والابتكارات اللي انت عايزها أنا بديكي الفكرة وتتقدر تطوريها تغيري فيها زي ما تحبي كل واحد وزوقه تمام همشي على الشكل كله بالمنظر ده العجينة طبعا لسه لينة فأنا هسيبها شوية شوية قليلة يعني مش هسيبها تنشف طبعا هسيبها شوية قليلة قبل ما اكتب عليها تمام؟ أنا عملت كذا في رام أهو العجينة مسكت نفسها وبقيت صلبة شوية مش نشفة ما نشفتش طبعا نهائي وهبتدي بقى المرحلة الجديدة اللي هي الكتابة بالغرة المخفف اهو وبخلة هبتدي اكتب الاسم اللي انا عايزة اكتبوه على الفرام يعني مثلا انا هكتب اسم دينا هكتب الحروب بتاعتو اللي انا همشي عليها هكتب عليها تمام؟ منظر ده الغرة المخفف طبعا ما زودش فيه يعني هي كده كده العجينة هتلزق والغرة المخفف ده كله ده بيقى شفاف يعني مش بيبام منه اي حاجة لما بيجي ينشف تمام؟ يبقى معايا قطر او اي حاجة اقدر اقطع بيها العجينة وانا بكتب وامشي بقى على الحروف اللي انا كتبتها دي بالمحقن بتاع العجينة السيراميكة طبعا ما اصبط الحرف بتاعي طبعا هو الموضوع سهل يعني ممكن لو حرف زي كده باز مني اقدر اشيله خالص او اقدر عدله الموضوع سهل مصصعب اهم حاجة كل التعديلات اللي اعملها على الحروف او على الشكل قبل ما ينشف لاني بعد ما ينشف شوية لا خلاص اول ما بيبتدي يدخل في مرحلة انه هو يبقى صلب يبقى صعب التعديل اي شكل فيه انما هو لين كده عادي انا بغير ممكن اغير الاسم خالص واكتب اسم تاني ما فيش مشاكل تمام وامشي بقى على بقى الحروف هسيبلكم في صندوق الوصف طريقة عجنت السيراميك مرة تانية للي ما شافش الفيديو بس نزبط الحروف بدايتنا كويس قوي اي زيادة اشيلها تمام ثبت حروفي اللي هينشف على اساسها الاسم تمام فاضل بقى اعمل النقط تقدروا تعملوها يعني دواير صغيرة انا هعملها دواير صغيرة تقدروا تعملوهم مستطيلات صغيرة انا هعملها نقط عادية جدا هلفها كده تمام واحط الغيرة مخفف حاجة بسيطة جدا جدا والزق بيها النقط تمام طبعا هو تحس ان الغيرة كتير بس زي ما قلتلكم ده كله مش هيبان منه حاجة خالص اول ما ينشف يعني هيفضل بس الاسم من غير اي سوايل حواليه زي كده من الغيرة فاضل الجزء اللي فاضي ده انا عايزة اعمل فيه شكل ازاين بيه اعمل وردات اجيب وردة اي اي اجينا مسراميك باللون البنبي زي كده صغيرة اوي هلفها تمام بعد كده هضغط عليها بططها مش اوي يعني بس هضغط عليها كده وابتدي من طرفها الفها بالمنظر ده بالراحة خالص بالراحة خالص بالشكل ده تمام واشيل الزيادة لانها كبيرة هاقص منها حتى بقي معي شكل الوردة البنبي وهحط غير مخفف حاجة بسيطة بردو تمام والزقها سهلة هعمل اللون الاصفر هعمل وردة تاني باللون الاصفر بنفس الطريقة هتتعجين السراميك صغيرة اوي هلفها بالشكل ده بعد كده بططها وفي اول طرفها كده بالراحة خالص هلفها ولو كبيرة هاقص منها حاجة بسيطة بس هي مقاسها صغيرة حطت نقطة عجين غيره مخفف نقطة صغيرة دي زادت كتير اوي شيل منها جزء شيد منها اا ما نزودش في الغيره المخفف لان العجينة اصلا تقدر تلزق في بعضها بس انا عشان اتأكد ومفيش حاجة تقع بعد كده او ما يبقاش فيها لازق كفاية عشان كده انا بحط غيره مخفف انما عجينة السراميك تقدر تلزق في بعضها زي الفرام بالضبط لما انا حطيته لازق هعمل بقى ورقة شجر مدورة كده وادوس عليها بططها تديني الشكل البيضان واعمل فيها التفريع بتاعات الورق كده هو ولزقها بغيره مخفف هعمل واحدة تاني من ورقة الشجر للناحية التانية تمام؟ عملت واحدة من ناحية دي وهعمل واحدة في الشكل التاني بصوا الشكل كده بدأ يظهر معي شايفين؟ تمام؟ هعمل واحدة تاني والزقها من ناحية التانية كده الشكل تقريبا جاهز مش فاضل غير ان انا اسيبه تمانية واربعين ساعين شاف هجيب لولي اللي هو الخرز وهلزقها برضو بين الوردتين دولا لولي زي كده بالمنظر ده هتاخد اكتر من تمانية واربعين ساعة علشان تنشف ولما تنشف يعني للنهاية خالص خالص هبتدي بقى ارش الاسبري انا معي الاشكال اهيه بعد ما قربت تنشف تمام؟ بدأ يظهر الكتابة بتاعتها برش الاسبري الشفاف دوا عليها ولما ينشف بنحط الحلقات بتاعت الميداليا الموضوع سهل وبسيط جدا جدا شايفين لمعة الميداليا دي؟ لمعة العجينة دي بالورنيش الشفاف الاسبري نركب لهم الحلقات لا تنسوش الاول مرة يشوف القناة عندنا يعملين اشتراك في القناة ولايك على الفيديو اذا عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته